بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أحبتي متابعي ومشاهدي قناة الطليعة ها نحن نعود إليكم ونطل عليكم من جديد وبرنامجكم الموسوم بوقفة خطابية أخذنا في الوقفة السابقة أنه الخطيب كيف يكرس وقته أو كيف يعتاد على أن يكون مهيئاً معدّاً إلى ماذا؟ إلى أن يكون بالصورة اللاقية الآن الوقفة التي أريد أن أقف إزاءها لا شك أن الخطيب يعني في عمره الذي مضى وفي حياته التي قضاها عند تراكمات يعني أنا الحقيقة أميز بين الخطيب القارئ للكتاب والقارئ للرواية وغير القارئ للكتاب وغير القارئ إلى الرواية شلون أميزة من أي طريق؟ عدنا خطيب هو عنده هاي الببغاء عالي عنده هاي طبعاً آسف هاي علماء الصوت يسمونها يقولون الببغائية عنده عالية شون الببغائية؟ الببغائية يقولون أنه يكون يعني شون كأنما يسمع ويمقل يسمع ويمقل يعني عنده قابلية حفظ أنا أنقل إليك آراء علماء الصوت علماء السمع لاحظ هاي آراءهم وأنت محتاجها لا تستعر إحنا ترى عايشين بمجتمع وعايشين ببلد يعلق على كل شيء يعلق على ما يحب يستفاد لاحظ؟ لكن اللي يريد أن يستفيد يأخذ هذه التجارب وهذه المعاني خطيب إذا يريد أن يكون يعني سماع ومعطاء خلي يكون سماع ومعطاء شنو المشكلة؟ والله وأنا لأغبط ولأحسد كل من يكون سماعا ومعطاء أنا كنت متهما بهذا ولازلت إلى الآن الآن أنا أي واحد يعرفني هذا سيد محمد الجابري اللي يقلد الشيخ الوائلي والله شرف هذا شرف لأن من اللي يوصل للشيخ الوائلي؟ لاحظ؟ والشيخ الوائلي علمنا أننا كيف نكون باحثين كيف نكون معدين طبعا هاي نعمة لاحظ؟ هاي رمز رمز فأنت لا يجو واحد ويستفزك أنا في يوم من الأيام يعني أعجبني شخص صديق علي قال لي مولاي اليوم أنا ثأرت لك قلت لي ليش؟ قال اليوم أكو شيخ شيخ رجل دين تلاش بي قال الشيخ قال السيد يسمع الكاسيت مال الوائلي ويقرأ يقول فأنا رديت له قلت له وهل الوائلي يأتي بكتب مخالفة الإسلام؟ هل الوائلي يأتي بروايات بعيدة عن تفاسير العلماء؟ هل؟ 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 قال لها لا هي نفس الشيء قلت له شيخنا اسكت هاي غيبة هذا حرام بس بما أنه أنت رجل معمم وهو هم معمم تعال أصعد على المنبر وسولفنا مثل ما هو يسولف قلت له عمي جزاكم الله خير الجزاء والله يحفظكم والله وأنا إلي الشرف أن أأخذ هذا اللقب وأن أأخذ هذه الميزة ولكن احنا هم تعبنا على أنفسنا يعني تعبنا بالدراسة الحوزوية والأكاديمية وبإعداد هذه الدروس فلا يهمك أي كلام اختار شخصية أنت عزيز الخطيب تسمعني اختار مثلا تشوف صوتك قريب للشيخ المقدسي رحمه الله اخذ المقدسي محاضرته واخذه هو وروايته أنا يعجبني فرد خطيب من خطبائنا حقيقة طالب من طلبتنا ومن أبنائنا شيخ صلاح إذا يسمعني له تحية مني شيخ صلاح راقي جدا أولا عنده إمكانية طرح صغير إن شاء الله راح أسوي لقاءه إياه بالمسابقة ويأتي شيخ صلاح إذا يتحدث أو يتكلم كأنما شيخ جعفر الإبراهيمي بالضبط لكن إذا يدخلك بالمصيبة والنعيم كأنما تسمع سيد عبد الكريم الشامي أي نعم لاحظوا شون يعني شون عنده فد نقله مثلا أستمع إلى مشايخ آخرين أسمعتهم يعني ساد الشيخ أنا لو ما عاجبني أذكره لا ما أذكره بس عجبني عجبني طرحه الموضوع هو كاتبة وهو رجل أكاديمي وهو عاد لكن طريقة إلقاءه يتبادل إلى ذهنك كأنها طريقة الشيخ جعفر الإبراهيمي وطبعا طريقة الشيخ جعفر الإبراهيم مشكورا عليها طريقة مبسطة والرجل اليوم يعتبر من الذين لهم خبرة وخلفية وباع في هذا الجانب وهو صديق عزيز وأخ عزيز أبو جعفر الله يحفظه أبو صادق الله يحفظه ويطيل في عمره إذا يسمعنا من هذه الوقفة فقصدي أنه أنت تشوف نفسك فيك قابلية على أن تقتقمص شخصية الشيخ المقدسي مثلا روح للشيخ المقدسي أحفظ نصوصه أحفظ شواهده ولكن شذب الوقفات اللي عنده مثل يقول ذهبت إلى بيتي عمي لا تجيبها ذهبت إلى بيت خالي لا تجيبها سافرت إلى أوروبا لا تجيبها لاحظ الوقفات الخاصة وخرها لكن سبر الموضوع ما ممنوع عنك هذا ما ممنوع أنا سألت الدكتور فيصل الكاظمي باعتبار الرجل مدير معهد الشيخ الوائلي مشكورا وكان اللقاء في منزل الحاج رحيم من جيسر البيضاني سألته سؤال قلت له شيخنا ما عقب هذا الموضوع قال والله يا سيدنا هو إذا يضبطه ويجيده مع عدم ذكر الشواهد الخاصة لدى الخطيب لا بأس بذلك يقول شون المانع؟ هذا واحد اثنين نفس الدكتور الوائلي رحمة الله عليه يقول ماك مانع إذا أراد أن يقلد الشخصية أو إذا قاء يقلد المحاضرة أو ينزلها إلى الناس بس مع حفظ الضوابط اللغة العربية الصرف البلاغة البديع المعاني الأمور التي هي تعتبر أمور تكاملية المن إلى إخراج المحاضرة ماكو مشكلة ماكو مانع يعني أنا أحاول أن أضغط على هذا الموضوع حتى أريح الخطيب من هذا الهاجس أو الهوس ما لك علاقة الوائل يقرى من ذا يقرض الله قرضا حسنا تعلم تقرى من ذا يقرض الله هي نفس الآية غير بيها بعض المفاهيم غير بيها بعض الآراء إذا هو ذاكر أربع خمس آراء أجيب لك رأيين لاحظ أو غير رأي يجيب ما يمنع نفس الطريقة لاحظ ما الشيهة أنا سأكون ناس يقلول أنت حتى الكحة ما لك نفس كحة الشيخ الوائي لله والله يعني أنا الحقيقة أشكو من التهاب دائما في القصبات الهوائية مما يؤدي إلى هذا المعنى عجبتك شخصية باقر المقدسي خذها ولكن ش تسوي؟ اترك الأشياء اللي هي تعتبر خاصيته هو يعني يعني خواصه هو هو لتجيبها لأنه هاي تؤخذ عليك مثلا اعتعجبك شخصية على سبيل المثال الشيخ جعفر اعتعجبك شخصية أي خطيب من خطبائنا الموجودين اللامعين الكبار بس معا ماذا؟ معا عدم يعني معا عدم ذكرك إلى ماذا؟ إلى خواصهم الآن عندنا مثلا أخونا وعزيزنا السيد محمد الصافي وطبعا هذا رجل أخي تربطني به علاقة أسرية أخوية وعلاقة دراسية أيضا ذهبنا أنا وهو لسنتين في البحرين وقرأنا هناك فكانوا يطلبون بالسيد شخصيا يقولوا لنريد قراءة سيد جاسم لأن سيد محمد كان يتمتع بقيافة صوتية عالية بأريحية بالصوت فكان يعطيهم لكن ببصمة سيد محمد الصافي ولكن بآداء المن إلى سيد جاسم ألاحظ؟ يعني بصمته هو ولكن هو جاء بالنعمة لسيد جاسم هذا ما يمنع غير ممنوع ولا يجوز لأي أحد أن يمنعك أو يقول لك هذا هذا ممنوع وهذا لا يصح وهذا لا يكون أو أبدا أبدا ما ما ليس لأحد أن يتدخل الذكر فرد موقف لأحد العلماء رحمة الله عليه أحد العلماء قرأ أحد المشايخ أول دخلنا للحوزة وكان يقرأ بطريقة الشيخ فاضل المالكي فهذا الشيخ اللي ويانه قال لجناب العالم قال له أعتقد هالأيام كثرة ظاهرة التقليل هذا يقلد الوائلي هذا يقلد المالكي هذا يقلد المقدسي هذا يقلد فلان قال له هذولا كانوا رموز في الحوزة وكانوا ألقل الخطابة الآن هؤلاء رحلوا يعني ذهبوا عن البلد فما المانع بأن يتكرروا شون المانع أن يتكررون هذولا لاحظ يعني انت تصور في أيام النظام المقبور كنت أنا والدكتور علي الساعد رحمة الله على روحا اللي هو أستاذي وأكن له الاحترام والتقدير رحمه كالله أبا تحسين كنا أنا وهو نعاني من أزلام النظام كانوا يطاردوننا بحثا استقصاء تماعنا تبصرا وين نروح وين نطلع ايش نقرأ ايش نحكي ايش يظنون كانوا يظنون أننا نأتي بنصوص الشيخ الوائلي والشيخ الوائلي ما كانت عرب لأي شيء أبدا محاضرة طبيعية جدا محاضرة علمية محاضرة كلها افهام كلها اقناع كلها دلائل لكن يظهر أن الصوت مرعب يعني أن الصوت يرعبهم تتذير دكتور علي الساعد حبس سنة كاملة فلما خرج ذهبنا أنا والوالد رحمه الله قال أوقفوني بتهمة أن صوتي يشبه الوائل قال هاي ليس إلا يعني هاي يعني احنا الخطابة طينا من أجلها أنفسنا من طينا من أجلها راحتنا وراحت عوائننا قال أنا شنون لي خليني أكو أعمال كثيرة أزاولها لكن هذه ليست مهنة هذه رسالة هذه أمانة وضعها الله في عنقي وفي عنقك وفي عنق كل إنسان يتصدى لهذا المعنى بصدق وجدارة وعبقرية وهمة وإمعان فقصدي أنك إذا أردت أن تتقمص شخصية أخذها للشخصية لا يمنعك أي أحد لاحظ لكن مع حفظ الحق العام للمحاضرة ومع ماذا ومع ترك الخصوصيات ومو تشكل على الخطيب اللي تاخذ من عنده يا أخي ما يصير يعني خلولي مائد الطعام وقل هذا الطعام مجيد مثلاً إذا أكو عندك إشكال تأريخي عالجه شلونت عالجه مثلاً ذكر الشيخ الوائلي ذكر الشيخ فاضل المالكي ذكر الشيخ المقدس يا نطيك الأسماء حتى تنتبه من خله نعم حتى تنتبه لهذا المعنى مثلاً ذكر رأي الرأي ضعيف تقول وهناك رأي يحتاج إلى أن يدرس مر علي مرور بس مو تطعم به ليش لأنك تعيش في مائدة هذا الرأي لأنك تعيش في سفرة أخرجها إليك وإذا كانت لديك القابلية والقدرة على إخراج الموضوعات على إخراج الأمور على إفهام الناس وإقناعهم وإخراج الأدلة إليهم بارك الله فيك ولكن مع ماذا مع قوتك البلاغية مع قوتك المنطقية مع قوتك الإقناعية مع قوتك الفقهية مو أنت ضعيف بإعطاء الآراء الفقهية أنت شايف محاضرة 45 دقيقة ما بيها آية شاهد؟ يعني أنت شايف محاضرة 45 دقيقة ما بيها وقفة فقهية؟ لا لازم تكون عندك وقفة فقهية لازم تكون عندك شواهد قرآنية وهذا لا يأتي إلا من خلال الاستماع والاتباع أتمنى من الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الوقفة قد حضيت بمشاهدة الجميع وبتشنيف الأسماع من قبلنا تقبلوا تحياتي وتحياتي كادري هذا البث من قناة الطليعة وإلى أن ألتقيكم والحلقات الثلاثة الأخيرة من جزئنا الأول من وقفة خطابية فإلى وقفة جديدة إن شاء الله تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته